ومعلومة صغيرة ممكن تكون صحيحة ويحط جميع منها أكاذيب كثيرة أنا قطعتك بس أنا آسف عشان اللي بتعمل ده النهاردة طب ده حركة المفروض إن فيه ركود علامي بقى طب إزاي النهاردة ركود علامي والسنة اللي فاتت ومع كرونا ولا ده ودلوقتي حجم الدخل كده لأن فيه هي اعتبارات أخرى بتتدرس فيه هنا كيان جوه الهيئة بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركة التجارة ومش بس كده وتكلفة تكلفة النقل عشان في الآخر يوري رسومنا كذا كذا تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هاي القناة السويس يعني المليارات اللي بتتصرف من ان دي لوقتي مين دخل قناة السويس؟ مفرات مكة مهلا